موسيقى يحتاج أكثر من أربعة آلاف أمريكي سنويا لعملية زرع قلب لكن نصفهم فقط يحصلون على واحدة وإن فعلوا ثم تخطر كبير لرفض الجسم القلب الجديد لأن جهاز المناعة يهاجم الخلايا الغريبة هذا الوضع حاليا في أمريكا قاتم أنا أعلم لكنه قد يتغير في أي وقت إذ يبدو أن العلماء قد وجدوا طريقة لزراعة قلوب عاملة في المختبر يمكن لمعظم أعضاء الإنسان تجديد خلاياها بعد التعرض لبعض الضرر أجسامنا مذهلة حقا لزوء الحظ لا ينطبق هذا على القلب إذا أصيب شخص بنوبة قلبية لا تتجدد خلايا القلب الميتة أو التالفة بل تستبدل بنسيج ندبة وهذا تهديد خطير لأن الندبة لا تنقل النبضات الكهربائية نتيجة لذلك يفشل القلب لذلك من المهم إيجاد حل لمشكلة زراعة القلب والعلماء قريبون جدا من الحل في 2015 أعلن باحثون من كلية طب جامعة هارفورد ومستشفى ماساتشوستيس العام اكتشافهم لطريقة للتعامل مع نقص الأعضاء كما قد وجدوا أيضا طريقة لخفض رفض جسم المريض للعضو المزروع تكمن الإجابة في خلايا الجلب التي يمكنها تجديد نسيج القلب هل فهم؟ خلايا قلب من الجلب اتبع الباحثون طريقة تقوم على محلول تنظيف لتبسيط الإجراء بالغ التعقيد يزيلون من قلب المتبرع الخلايا التي يمكنها تحفيز رد مناعي غير مرهوب تذكر أن هذا الرفض المناعي هو سبب رفض جسم المريض للعضو المزروع اختبر الباحثون الطريقة على 73 قلب متبرع لم تكن مناسبة للزرع لذلك استخدمت لأغراض البحث أولا جرد العلماء القلوب من بعض الخلايا ثم استخدموا تقنية مبتكرة لتحويل خلايا الجلب لخلايا جذعية قادرة على إنتاج عدة أنواع من الخلايا وبما أنها قادرة على التحول حولها الباحثون إلى نوعين من أنسجة القلب كانت الخطوة التالية التأكد من عدم رفض باقي القلب لهذه الخلايا المرينة خلال الأسبوعين اللاحقين ظلت القلوب المغطات بالخلايا الجديدة في محلول غذائي ووضع الباحثون القلبة في نفس ظروف الجسم نتيجة لذلك حصل العلماء في غضون أسبوعين على قلوب بتركيبة ونسيج متطور كأي قلب بشري صغير والأهم بعد صعقها بشحنة كهرباء بدأت بالنب بطبيعة الحال الهدف الأكبر للبحث هو تنمية قلب بشري كامل يسوء الحظ حتى اليوم لم يتمكن العلماء من تطوير قلب من أنسجة المريض نفسه تذكر أن القلوب في التجربة أعطيت للباحثين لأنه لا يمكن زرعها كما وهناك بعض القضايا بشأن بنية القلب على العلماء معالجتها لكن الحقيقة هي أنه يمكن تنمية القلب بنجاح في المختبر حيث تنمو الخلايا في بنية خاصة لدى الباحثون حاليا خطة قد تساعدهم لتحقيق هدفهم يريدون زيادة عدد الخلايا الجذعية فالقلب الكامل يحتاج عشرات المليارات منها ثم سيحاولون جعل هذه الخلايا تنضج بشكل أسرع لأن الوقت جوهري في زراعة الأعضاء ستكون الخطوة الأخيرة هي تحسين الظروف الشبيهة بالجسم لنمو القلوب الباحثون متأكدون أن هذه الطريقة ستساعد على تنمية قلوب خاصة إن نجحت لن يضطر المرضى للقلق بشأن رفض الجسم للقلب وهذا يا عضو الجانب المشرق خبر مذهل لكن القلب ليس العضو الوحيد الذي سيزرع في المختبر لقد نجح العلماء بالفعل في زراعة العديد من أجزاء جسم الإنسان كما وتوصلوا لطريقة لزراعة عضويات طبيعية وهي أعضاء بشرية صغيرة على سبيل المثال قام علماء من جامعة ولاية أوهايو بتنمية عقل صغير بحجم ممحات قلم الرصاص ويشبه دماغ جنين عمره خمسة أسابيع صدق أو لا كل خلاياه العصبية تعمل بشكل صحيح في 2013 قام علماء أستراليون من معهد ماردوخ لأبحاث الأطفال وجامعة كوينزلاند بزراعة كلية صغيرة من الخلايا الجذائية نمى أول عضواني لهم في طبق بيتري وكان من نوعين فقط من الخلايا لكن المحاولة الأحدث كانت أكثر نجاحا طور العلماء عضوا يشبه الكلية البشرية الطبيعية وتحتوي جميع أنواع خلايا الكلة يأمل الباحثون أن تساعد هذه الأعضاء في علاج الخلايا فهم الأمراض واختبار الأدوية في نفس العام قام علماء في كلية ويل كورنيل الطبية في نيويورك بطباعة أذن بشرية لأول مرة بدأوا بعمل نموذج لأذن طفل ثم أرسلوها إلى طابعة ثلاثية الأبعاد بعدها غطوا الإطار بخلايا حية في غضون ثلاثة أشهر فقط كونت الأذن غضروفا خاصا بها استغرقت معدة بشرية صغيرة طولها 0.1 بوصة 2.5 ملي متر شهرا فقط لتنمو في طبق بيتري تبدو المعدة الصغيرة شبيهة جدا بالحقيقية دكتور جيمس ويل من المركز الطبي بمستشفى سينسيناتي للأطفال على يقين من أن هذه المعدة الصغيرة ستساعد العلماء على فهم العمليات المعقدة التي تحدث في معدة الإنسان يمكن للباحثين بدراستها معرفة كيف تتطور المعدة أو الأمراض التي قد تصيبها كما سيكون من الأسهل فهم الآثار التي يمكن أن تسببها الأمراض المعيدية البكتيرية لهذا العضو تعاون باحثون من عدة جامعات لزراعة رئتين ثلاثية الأبعاد كان لهذه عضوانيات هياكل تنفسية متطورة وأكياس رئوية عملت رئتان لأكثر من ثلاثة أشهر بحسب كبير الباحثين دكتور جيسون سبينس من جامعة ميتشيغان تحاكي رئة المصغرة استجابات رئة الحقيقية وهذا يعني أنه يمكن للباحثين الاستعانة بها لفحص التغيرات التي تحدث في رئة الإنسان عند المرض كما يمكنها أن تحاكي استجابة رئة الحقيقية لأدوية تجريبية يمكن لأكبر عضو داخل جسمك وهو الكبد إصلاحه وتجديد أنسجته عندما يكون في مكانه لكن العلماء واجهوا صعوبات جمة في محاولاتهم لزرعه خارج الجسم كان من الصعب جدا الحفاظ على خلايا الكبد حية لكن في 2015 تمكن باحثون من ألمانيا وإسرائيل من زراعة خلايا الكبد في المختبر ونشروا البحث في مجلة نيتشر بايو تكنولوجي حتى الآن ليس عضوا حقيقيا أو مصغرا لكنهم يعتقدون الخلايا التي تم تطويرها هي الخطوة الأولى لتنمية الكبد بشكل كامل وأخيرا هناك المريء الذي يصل حلقك بمعيدتك بطول ثماني بوصات عشرون سنتيمتر هذا العضو صغير نسبيا ربما تتخيله كأنبوب مجوف ينزلق فيه الطعام كما في زلاجة مائية ولكن الحال مختلف تماما على عضلات المريء العمل بجد فهي تنقبض لتنقل الطعام إلى معيدتك لذلك فهو في الواقع عضو معقد جدا لكن فريقا دوليا من العلماء تمكن من تنمية مريء في جامعة كوبان الحكومية الطبية في روسيا استغرق الأمر ثلاثة أسابيع فقط واستخدموا لقد حزر الخلايا الجذعية للقيام بذلك أثبت العضو الجديد متانته بعد أن قام الباحثون بتضخيمه وتقليص حجمه عشرة آلاف مرة إذن ما رأيك في تنمية الأعضاء البشرية في المختبر؟ شاركنا أبكارك في التعليقات أدنى تذكر أن تعطي هذا الفيديو إعجابا شاركه مع أصدقائك وانقر فوق زر الاشتراك الأحمر هذا للبقاء على الجانب المشرق من الحياة ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة